أكد صاحب السمو الملكي الأمر سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة تزداد رسوخا وتستند إلى أسس ثابتة من التعاون المشترك على كافة الأصعداء نعم ونوه السمو بهمية موصلة البناء على ما تحقق بما يسهم في تحقيق مختلف المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم سعادة سيد جيمس كليفيرلي وزير الدولة للشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والكامونولث والتنمية البريطانية في إطار مشاركته في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 حيث أشار سموه بأن مملكة البحرين حريصة على مواصلة الجهود الدولية الهدفة لتعزيز الأمن البيئي بالتعاون مع مختلف المنظمات الأممية ذات الشأن إيمانا منها بأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المناخ والمحافظة على البيئة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وأجار خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مستجدات القضايا البيئية على الصعيد الدولي ترجمة نانسي قنقر